ما حدا ما بيحب يضحك ويكون مطسوط كلنا منحيوي قبل ما تكملوا شتركوا هلا بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب وما تنسوا شغلوا الجرس هيدول 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 أروا لبعض بعض النكات يلي ضحكوا ملايين العالم على مواقع التواصل الاجتماعي هيدول بعض النكات يلي ضحكوا ملايين العالم على مواقع التواصل الاجتماعي هيدول هل تحب؟ ماذا تريد؟ أعلي صوتك أنسمعه أبو سليم يتحمى مع أم سليم وينصح ظهرها ويلعب بشعرها قالت له أبو سليم تلحلح وعمل لك شي شغلي خليني أقول أح أنفتح المي البردي وهرب بيخ كثير بيخة عفترة بس شوف الناس ضحكوا شي عايزي طيب نجرب غايرة يا يا واحد عم بيقول لجارو ما عم بسمع صوتك واحد كتير يا رولا واحد عم بيقول لجارو سكر الشباك أنت عو نايم مع مرتك لأني شفت كون مبارح ضحك وقال له أصلا أنا مبارح ما كنت بالبات يا حمار يا أمدا ولا أبيخ كل يوم أنا كل ما بشوف شخص بيقلي جملة وحدة بيقلي كل ما نشعر بالإكتئاب بنفوت على فيديو معين على يوتيوب من حلقة أحمر بقتل عريض ومش ممكن ما يعليلون يعليلون معنوياتهم ويعلي حتى أرمون السعادة عندهم هن وعم بيحضروا عم بيحضروا هيدا الفيديو هيدا الفيديو لا تشوف اه هه ها ه ه ه ه ه ه 해야 ه ه ه ه ه ه ه ه اه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه بالسخلوان اسال انتا عم بتشوفت عالا كيف scrutتك الحال عدي حال絹ย率 حس انك مضحك كيف يضحكه one انا سالتو كيف حالا كيف شافت جائغ حاضر كل إنسان يتحك مثل ما بده حاولنا يمكن يمكن هاللحظات اللي كنا عم نعيشة سوى هلأ بهاللحظات ترولها العالم عم تحدث ويمكن حاولنا معك نضحك ولكن الأكيد إنه في ناس عم تحدث ضحكت على هاللحظات إن كان بالنكت أو إن كان فيديوات عالم حضرتها تفاعلت معها ولكن مثل ما عم يقول قد تكون بعض الأمور اللي واحد يعملها كرميل يعل شوي من معنويات ولكن الإخصاصيين النفسيين هو ضروري لكل شخص اليوم عم يعاني من موضوع الكآب والكآب هو مرض العصر وأعراض الكآب لا يستهان فيها أبدا لأنه فعلا يمكن تدمر الإنسان ومثل ما أنت عم بتقول قد تكون أعراضها أوجع بكتير من الألام الجسدية ألام الجسدية قد تداوى بدوى ولكن الألام النفسية بدأ وقت بس تداوى أيضا إن كان بالدوى وإن كان من خلال تواجد ناس دعم حوالينا أيضا بيرعبوا دور أساسي لحياتنا على أمل إرجع أستضيف رولا بحلقة تانية وتكون رولا قطعت بمراحل معينة تقدر تطلع من هذه الكآبة راح نحاول أول مرحلة يمكن من خلال بعض الناس اللي بيعملوا يوغا بالضحك نحاول نضحك بيوغا بالضحك إلى أنه ترجع التابع مع أخصاصين نفسيين يرجعوا يرجعوا الفرحة على رولا وعلى قلب رولا أو تطلع من الكآبة حتكون مثال لكثير من النساء يلي عم بيعانوا من الكآبة وعراض الكآبة بصمت طبعا في كثير أنواع من الناس بسلوكهم أو بإنفعالاتهم وبالتعبير أهم شيء التعبير إن كان التعبير بالسلوك أو التعبير بالمشاعر أو التعبير بالبادي لانجوج يعني فالعالم مش متل بعضا فيه ناس بتتبسم ده الوجه فيه بسمة خفيفة فيه ناس عادة حسب الموقف وفيه ناس بضلة عابسة أو شن ناجي طبعا هيدا الشي بيدل على الهموم يعني ما فيه الواحد يكون عابس أنه نقول ليه عابس عابس في عنده هموم هالهموم بتترجم بالفايشل إكسبرشنز بالتعبير على الوجه عبارة عن هموم عن مسؤوليات عن ضغوطات لحياة استرس عالي فيمكن يكون كمرحلة معينة يكون مارئ فيها ظرف معين وتنحل ترجع المشكلة وينحل تعبيره ممكن فيه ناس يوصلوا لمرحلة كرونيك عندهم شعور مزمن بالإحباط بالإكتئاب بالسترس العالي بالضغوطات مشاكل مزمنة فبصير وجه حتى بتعمل يعني بتجاعيد الوجه بتعلم على وجه وأنه عنده سترس عالي بتاخد على وجه بصير يختلف عن الوجه الإنسان المرتاح كتير عوضه الموضوع للناس اللي بيضلوا نعابسين كالله حال حسب إذا كان شخص صار يعني كبير بالعمر مش كبير يعني صار بالثلاثين وصار بالأربعين وعنده مسؤوليات والمسؤوليات بعدها موجودة يعني ما نحل الأمبيانس اللي هو فيه الأجواء اللي هو فيها شغله عائدته مسؤولياته ما في حلول فأنه بدنا نعالجه نفسيا لهكي أكيد لا شو بدي تعالج ما في عنده زارف في عنده مساري بدي أمنها في عنده شغل بدي يجيبه في عنده مسؤوليات أولادو بدي يحطهم بالجامعة فأكيد هيدا طبيعة الحالة يعبر عنها الضغط النفسي أوتوماتيك بيوجه لأنه تحت استرس بس لما الظروف تتغير لحاله بيرتاح لحاله وجه بيتغير وممكن يصير التعود على هيكي إذا كان مسئلة تصارت عادي فيه بهال فينا بهالمحل يفوت بشي مثلا مثل كواجناتف بهيفوري ثيرابي ممكن لافتر يوغا ثيرابي بهالمنطقة هاي بس تغير الظروف اللي عنده لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب